السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يلا بينا نتحدى بقى الظروف الصعبة ديت والأزمة اللي احنا بنمر بيها والأسعار اللي كل يوم بتزيد وفرختين بس عشان رمضان بقى هنعمل لهم كل يوم فرخ بس بقى بطريقة مختلفة تعالوا نقسم الفرختين دول وحنطلع منهم مش هقل من 6 طبخات بالزبط كده تعالوا نشوف هنعملهم ازاي بس قبل امتد الفيديو لو لسه مشتركتوش معي في قناة بتنسوش اشتركوا معي في قناة وتفعلوا الجرس ولو الفيديو عجبكو ياريت تعملوا لايك كلا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين في البداية كده انت ممكن تجيبي عدد الفراخ اللي انت عايزها بتوفر جدا يعني معلش هنقص شوية كده من الميزانية وممكن تنزلي بقى تجيبي الفراخ الشهر على مرة واحدة يعني نحاول كده على قد ما نقدر نجيبهم على مرة واحدة لان ده بتفرق جدا لان بتعرفي تقسميهم كويس وبتعرفي تطلعي منهم كزا حاجة اول حاجة بجعملها بحب ان انا اشيل الاطراف اللي في الاجنحة دي لاني دي بتبقى سبب في زفارة الفراخ شوية في اجزاء كده منفعش ان هي تفضل في الفراخة خالص فالاطراف دي بحب اشيلها وبعد كده ده جزء من الحاجات اللي لازم اشيلها وبعدين بابتدي بقى قسم الفراخة نوصلين كده بالشكل ده اهم حاجة طبعا يكون معاكي سكينة حمية عشان تقداري تقطع بسهولة انا السكينة اللي معايا بصراحة طلعت بردة يعني فزلتني شوية بس انتوا حاولوا بقى انتوا تجيبوا سكينة تكون حمية شوية هتطلع لك معاكي الفراخ كويسة جدا انا مش هيتهرم معاكي طبعا اللحمة بتاع الفراخ وتقداري تعمليها بسهولة بعد كده بعد مقسمت النصين كده اول جزء ده النص اللي تحت ده هبتدي ان انا افصله كده وبعدين هقسمه بقى للجزء ده على نصين جزء الوراك ده طبعا الكبد والقنص دي هنشيلها دلوقتي هقولكو بقى كل حاجة هقولكو استخدامها ايه وكمان هعملكو فيديو لكل حاجة ان شاء الله في رمضان كده كل وصفة كده هبتدي اطلعها وعملكو افكار جديدة وحلوة هتعجبكم ان شاء الله تاني جزء بقى في الفراخ بحب اشيله الجزء اللي تحت ده ببتدي ان انا اشيله كده لاني ده برضو بيعمل زفرة في الفراخ مش حلوة فلازم اتشال الجزء ده وهبتدي بقى الوراكة اجيبها بالنص كده نصين وكل نص بقى نقسمه للرق النص يعني شايفين ربع كده يعني الفرخة اللي تحت هتقسم على الاربعة الجزء اللي تحت ببتدي ان انا شيل الدبوسة لوحدها اهو شايفين بالشكل ده افصلهم عن بعض عايز اقولكو دي لها استخدام ودي لها استخدام والاتنين هنعمل بيهم وصفتين حلوين قوي تالت حاجة بقى السدر ابتدي ان انا اجيب مقص كده وحبتدي ان انا افصل السلسلة الضهر دي بالمقص طبعا سلسلة الضهر دي بتبقى حلوة برضو ان احنا نعمل بيها شربة بتبقى حلوة جدا فيعني كل حاجة زي ما قلتلكم هيبقى لها حاجة استخدام مش هنعملها كلها مع بعض وبعدين هنجيب برضو الاجناحة دي والاجناحة دي برضو لها وصفة ان شاء الله نعملها حفصل برضو الاجناحة وطبعا كل ما هتجيبه عدد فراخ يعني مثلا تلاتة كده او اربعة على حسب بقى مزانياتكم بيفرق جدا طبعا لان بتقدروا تقسموها حلوة يعني بس انا بقى ايه يعني انا مثلا لو جاب المرة دي فرختين اشيل الاجناحة دي المرة تانية اجيب فرختين تانيين تفهمين قصدي يعني او ممكن مسلا ان انتوا في ظروف ناس جات عليكم مسلا او في حاجة ولادكم بقى في حاجة مش عاجبينها مش عاجباهم وانتوا او انتوا عاملاها فممكن تطلعي الحاجات البسيطة دي وتعمل لهم بيها تحمريهم بقى زي والحاجات اللي بنعملها كده ممكن تعملوها وصفة سريعة كده وحلوة برضو وبعدين ايه ممكن نعملها بشوية نتابلها شوية يعني خلينا بس نمشي واحدة واحدة في الوصفات دي ان شاء الله حنعملها مع بعض بس انا بقولكم بس على الافكار يعني انتوا ممكن الحاجات البسيطة دي تبقى جانب الاكل يعني شايفين لو انتوا مسلا ما عندوكوش كمية يبقى جانب الاكل او ممكن تحوشوهم لحد ما تبقى كمية ونعمل بيها وصفة تانية وبعدين نيجي للسدر بقى ببتدي ان انا اشيل الجلد بتاعت السدر دي او اي حاجة فيها بالشكل ده لان طبعا لو عملته بني عشان مايفكش معاك لازم الجلد ده والحاجات اللي هي اللي بتبقى فيها دي ماسكة فيها لازم نشيلها علشان مايفكش معاك البني او اي دهنة فيها او اي حاجة فلازم الحاجات دي كلها بتتشيل عشان تقدروا تعملوها بسهولة بعدين ببتدي اقطعها بقى وبعدين باجي بقى للسدر من النص هبتدي ان انا قسمه نصين وزي ما قلتلكم لو السكينة بتاعتك حمية هتبقى حلوة قوي وان شاء الله يعني ايه هتقطعوها تقدروا تعملوها بمنتهى السهولة حتى لو انت مش متمكنة يعني على فكرة قطية الفراخ في البيت بتوفر معاك كتير قوي يعني ان انت تشتري البني جاهز او تشتري الوراك لوحدها والصدور لوحدها والحاجات دي بتبقى اصعارها غالية جدا ومع انها اصلا انت لو اشتريت فرخها بتوفر معاك كتير قوي فيعني حاولوا ان انتوا تعملوا كده الفكرة دي حتى لو مش في رمضان لو حتى في الايام العادية بناخد كده جزء من المزانية ونجيب فرختين تلاتة ونقسمهم بقى يعني خليقهم تاكلوا منهم طول الشهر زي ما قلتلكم هنبتدي بقى نفصل بالجناب كده عارفين كأننا بنصلخ كده يعني بصوا حتى القطع اللحمة دي نبتدي نسلخها كده من او نفصلها من العضم بالشكل ده كده اهو شايفين بقى متى سهول هتطلع معايا شايفين وطبعا زي ما قلتلكم لو سكينة حامية هتطلع معاك بسرعة كده بقى تفصلت معايا خالص طبعا احنا فصلين اصلا الكتف فيعني هي حيفصل معانا بسرعة هو بس شوية بس من الاعصاب كده بتاعة الفراغ بتبقى موجودة في الكتف دي نحاول نحنا نفصلها بالسكينة وكمان بيبقى فيه حتة عظمة كده في النص نحاول نحنا نطلعها كده الا السددر عندي بقى جاهز شايفين بقى عايز اوريكو حتة العظمة دي اهي دي لازم بقى بنشيلها كده ممكن بالسكينة ان احنا بردو بنفصلها بالسكينة كده بتتفصل معايا بس نحاول نحنا ما نطلعش فيها لحم طبعا نفصلها بقى كده هي تطلعت بسهولة وبعدين عندي بقى قطعة ستادري دي لازم الحتة اللي هي الموزة اللي في النص دي اللي تحت دي لازم نشيلها لان لو عملت بني يعني مش بتبقى حلوة قوي بس انا بحب بقى ان انا نشيلها ان انا اعمل بيها شورمة او اعمل بيها يعني حاجات تانية كده ايه ممكن نعملها على صنية مكرونا وكمال لما بنيجي بقى نقطع البني برضو بيبقى فيه حتة فرفيت كده ممكن نشيلها برضو معيها بالشكل ده فبرضو يعني بتبقى حلوة فان احنا بنشيلها لوحدها دي وممكن نعملها ممكن نعمل بيها حاجات كتير كده فانا بحب اشيلها لوحدها غير الصدور او ممكن نفرومها ونعملها كفتة قدامكم اختيارات كتير قوي بدل ما احنا كل نتبقى دايمن كده شوربة او صنية بطاطس لأ حاولوا ان انتوا تغيروا وبعد كده جبت الاطباق بتاعتي بقى حتدي ان انا حط كل حاجة لوحدها يعني حط الدبابيس لوحدها وحط الوراق ده الجزء الوراق لوحده جزء الصدور لوحده الهياكل دي بقى بتبقى برضو ان احنا بنشيلها بنعمل بيها شوربة بتبقى حلوة قوي يعني لو في يوم كده بقى عايزة تعملي شوية محشية عايزة تعملي شوية قلقاس شوية اي حاجة من الحاجات اللي احنا بنحبها ملخية عايزين كده لها مرأة يبقى نطلع بقى الهياكل دي ونبتدي نسلقها ويبقى معانا احلى مرأة شايفين او كده بقى والصدور لوحدها طبعا حطيت الصدور بقى لوحدها وزي ما قلتلكم الهياكل دي بقى احشيلها وفي ناس كمان بتحب تعمل الهياكل ديت والاجناحة بتحب تعملها على صنات بطاطس كمان فهي يعني انتو حرين بقى برحتكو بس انا عايزة هعملهم بقى فكار مختلفة شوية زي ما قلتلكم ان شاء الله كده هنعملها مع بعض بسفعلوا الجرس عشان يوصلكم الحلقات اول ما نزلها ان شاء الله جبت بقى الهياكل بتاعت اللي هي سلسلة الظهر والمستدر دي الجزء اللي طلعناه مستدر والحاجات دي كلها شلناها كده مع بعض على جنب وزي ما قلتلكم جبت قطع الفراخ اللي هي الفلس صغيرة ديت على جنب والصدور لوحدها وبعد كده عندي الكبد والقنص برضو الكبد والقنص دي برضو ممكن نعملها آآ نشوحها كده في يوم جنب اكل عايز اقول لكم يعني في افكار كتير قوي ممكن نعملها وتقسموها كده بحيس ان انتو لو فيهم مسلا ممكن نبقوا عاملين حاجة كده ايه آآ زي ما بنقول ارطيحة ممكن نطلع جنبها مسلا حتة الكبد والقنص دي نشوحها آآ في افكار كده حلوة يعني لو مسلا حد جايلك مسلا ضيوف مسلا زيادة ممكن نطلع مسلا حتة البني ده ممكن نعملو الكفتة وممكن نعملو آآ صندوق شات شاورمة يعني حاولوا ان انتو كده ايه تقسموها بالشكل ده بتبقى حلوة وكمان بتوفر معاك كتير نبتدي بس ان احنا نقفلهم كده في كياس ويل او ممكن تحطوهم في كياس عادية مش لازم اطباق في التلاجة لو انتو التلاجة بتا عيدكم ما تنفعش ما تكفيش الاطباق ممكن نحطوهم في كياس ونقفلهم بس كويس عشان ما ياخدوش من ريحة التلاجة طبعا او او يبقى يزفروا التلاجة فلازم نقفلهم بقى كويس كده وكده بقوا جاهزين عندي زي ما قلتلكم آآ يعني سهلة حاجات سهلة كده وبسيطة وفي نفس الوقت بتوفر معاك كتير قوي شايفين بسم الله من شاء الله عملت قد ايه شايفين الفرختين طلعوا معايا قد ايه آآ مش هقول لكم في حاجات مش هتبقى وصفة كاملة زي مثلا الاجنحة او الكبد والقنص لا بس هي ممكن تبقى حاجة جانب جانب وصفة انتو عاملينها وطبعا رمضان بيحب ان احنا النوع وبيحب يبقى فيه كزا طبقة على الاكل كده آآ فزي ما قلتلكم واعملوا كده آآ هتوفروا كتير جدا وربنا يا رب يوسع علينا جميعا ويرزق كل ممكن يا رب ومتنسوش بقى اللايك لو الفيديو عجبكو وكل سنة وانتو طيبين ورمضان كريم علينا جميعا آآ واللهم بلغنا رمضان وبلغنا ليلة القدر اللهم امين يا رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته